دكتور خالد اتحاد لعبة لم تصل في تاريخ المملكة إلى نهائيات كأس العالم ما تشوف أن هذا الاتحاد الذي تأسس في عام 1963 من 59 سنة عندما أشهر باسم جمعية كرة الطائرة ثم تحولت إلى الاتحاد السعودي لكرة الطائرة لعبة لم تصل في تاريخ المنتخبات السعودية لكأس العالم ولا مرة ألا يعني هذا أنك ترأس اتحاد لا يوجد في سجله أي إنجاز على المستوى العالمي للمملكة العربية السعودية طبعا بالنسبة لموضوع عدم وصول لعبة كرة الطائرة إلى كاس العالم أولا بالنسبة لطريقة التصفيات في الاتحاد الآسيوي هي مختلفة عن اليد مثلا وعن السلة اليد مثلا وصل عدة مرات القدم وصل أيضا عدة مرات نتكلم عن العاب الجماعية فنحن إن شاء الله أولا بالطريق ولكن طريقة التصفيات بالنسبة لقارة آسيا مختلفة تماما الآن في الفترة هذه تم تقسيم قارة آسيا إلى خمس مناطق منطقتنا هي غرب آسيا وهذا اتحاد جديد تم تسميته وتأسيسه قبل عدة أشهر وبإذن الله يعني يكون لنا فرصة في الفترة المقبلة للتأهل لكاس العالم اشتركوا في القناة